موسيقى اسمي عبدالهادي موفق عبدالهادي درست هندس التصميم الداخلي عاصمة نيقوسيا كنت دايماً عندي فضول فضول وعندي كمان حب القراءة فكل اشي بشوفه بقرأ عنه وبحاول اعرف من وين هذا الاشي اجا كيف هذا الاشي بصير من الهوايات للفلك لما وصلت لهواية الفلك احياناً بتعرف فجأة انه هذا هو الاشي اللي انت فعلاً حبيته حابب انك توصل لمراحل عالية جداً فيه اكتشفت انه لازم يكون عندك تليسكوب تليسكوب ضخم اللي يقرب لك هاي المسافات الهائلة بالفضاء فأسست فريق تصوير فلكي وبلشنا نطلع عالصحراء ونبعد عالمدينة بحيث انه تخف التلوث الضوئي ونصور الأجرام اللي في السماء عملت أول معرض تصوير فلكي بالشرط الأوسط 35 صورة وعن 35 صورة عم تحكي عن تقريباً سنتين شغل لأنه انت ما بتقدر تصور في أي يوم في أي وقت أول إشي لازم في السماء يكون ما في غيوم الجو يكون ما في رطوبة ما في هوا بعدين بد يكون ما في قمر فأنت معك بس الليالي الغير قمرية اللي بتقدر تصور فيها وكل جرم في السماء الوقت معين يعني كل أشهر إلها جرم أو جرمين أو تلت أجرام اللي بتقدر تصورهم بشكل واضح فأخذ الموضوع سنتين عمل وعملنا أول معرض تصوير فلكي ومنها انطلقت طبعاً لتصوير أشياء ثانية زي الطيور والطبيعة الأردن فيها 450 نوع طير 450 سبيشيز يعني الأردن غنية جداً بهاي الطيور أعطيت لحالي عشر سنين أني أعمل كتاب عن طيور في الأردن وهيني شغال في الموضوع هذا منطلع إحنا قبل الفجر عشان نوصل مع الشرور الطيور الصبح بتكون بدها تتحمم في المي وبدها تطير وبدها تكون من تحشي الصبح فبدك تصور بالصبح والظهر والغروب يعني بتععد يوم كامل بالغور بتلاقي طيور ملونة بالصحراء بتلاقي طيور لونها بلون الرمل بالبحر بتلاقي نوارث وأشياء ضخمة يعني إذا كون هادي بدك تبتعد عن كلامها الحركات بدك تلبس بطريقة أنك كومفلاجة طريقة ما تبين حتى الطير تقدر تقرب منه وتاخد سواحل وين بالنسبة لي التصوير تغير شخصيتي أنا لأنه بتصير أنت بدك تنقل إشي حلو انت بدك تصور إشي حلو تورج الناس إشي حلو مش إشي بشاء فبتصير تدور عالجمال ترجمة نانسي قنقر